بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و مبارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد حياكم الله من الآن الطلاب في درسنا لهذا اليوم و الذي سنستكمل فيه ما بدأناه في الدرس السابق في الرسم الإملائي رسم الألف اللينة في آخر الأفعال فوق الثلاثية و قد عرفنا خلال الدرس السابق رسم الألف اللينة التي نرسناها في الوحدة الأولى و التي ترسم في الأفعال الثلاثية و ذكرناكم بقاعدة ذلك الدرس و أن في الأفعال الثلاثية ترسم الألف اللينة على صورة ألف قائمة إذا كان أصلها واو و ترسم أيضا على صورة اليا غير المنقوطة إذا كان أصلها يا إذا كان أصلها يا إذن تذكرنا قواعد الدرس السابق الذي يتعلق بهذا الدرس و هو رسم الألف اللينة في الأفعال الثلاثية و سنكمل اليوم إن شاء الله تعالى رسم الألف اللينة في الأفعال فوق الثلاثية بدأناه في الدرس السابق و أخذنا بعض تدبات الدرس سنمر عليها سريعا لتذكيركم بها ثم بعد ذلك نقوم بإكمال ما تبقى من تدبات الدرس ثم نملك مجموعة من الجمل التي تحتوي على بعض الأفعال التي تنتهي بألف لينة و هي أكثر من الفعل الثلاثي في هذه القامة يقول أكتب قائمة بمعرفه عن الألف اللينة في الكلمات الآتية قلنا إذا كانت الألف اللينة في الاسم رابعة أو أكثر تكتب على صورة ياء غير منقوطة مثل كلمة بشرى و ذكرى و إلا إذا سبقت بياء فإنها حينئذ تكتب على صورة ألف قائمة مثل سجايا و عطايا هذه الألف لماذا كتبت على صورة الألف القائمة في كلمة سجايا و عطايا لأنها سبقت بياء هذا بالنسبة للأسماء و كذلك سنعود لتطبيق هذه القاعدة مع الأفعال مع الأفعال التي تكون أكثر من ثلاثة أحرف تذكروا هذه القاعدة جيدا حتى نطبقها بعد قليل هنا يقول أحول الأفعال المضارعة الآتية إلى أفعال ماضية إلى أفعال ماضية الفعل يستقصي الفعل يستقصي هذا الفعل كيف نحوله إلى فعل ماضي؟ أحسنتم نقول استقصى يحيي نقول أحيا أو أقصد يحيي نقول حيا و أيضا يعطي نقول أعطاء الفعل يعطي أعطاء كيف يرسم بهذا الشكل؟ كيف يرسم بهذا الشكل؟ استقصى ننتهي بألف لينة على صورة الياء كتبت وأما الفعل حيّة و أما الفعل حيّة فإنتهى بألف لينة رسمت على صورة الألف القائمة لماذا؟ سنعرف ذلك بعد قليل الفعل يعطي قلنا أعطى أعطى انتهى بألف لينة رسمت على صورة الياء كتبت مشابهة معايير قواعد معينة و نحتكم إليها نطبقها أثناء كتابة كلمات مشابهة للكلمات السابقة سنتعلم تلك المعايير خلال الدرس أتعاون مع من بجواري في كتابة كل شيء نعتقد أنه من المهم معرفته عن الألف اللينة في فعل أحرفه أكثر من ثلاثة أحرف في فعل أحرفه أكثر من ثلاثة أحرف عندما يكون الفعل ثلاثي عرفنا بأن قاعدته أن نعود إلى أصل الفعل فإذا كانت الألف اللينة منقلبة عن واو كتبت على صورة الألف وإذا كانت الألف اللينة منقلبة عن يا كتبت على صورة يا غير منقوطة و مثلنا لذلك بالفعل دعا قلنا أصل الألف واو و يظهر الأصل في فعل مضارع فنقول يدعو ففي هذه الحالة كتبنا دعا بألف قائمة أما إذا كان الفعل مثل الكلمة أو مثل الفعل رمى ما أصل هذه الألف أصلها يا أحسنتم و يظهر الأصل في الفعل مضارع عندما يقول يرمي إذن ظهر لأن الأصل يا فرسمت في الفعل الماضي رمى رسمت الألف الليلة على صورة يا غير منقوطة و لاحظة يقول هنا تكتب على صورة يا غير منقوطة إذا جاءت فوق الثلاثي و لم تسبق بحرف الياء و لم تسبق بحرف الياء إذن تكتب على صورة يا غير منقوطة متى؟ إذا جاءت فوق الثلاثي و لم تسبق بحرف الياء أما إذا سبقت بحرف الياء فلا تكتب على صورة الياء إنما على صورة ألف قائمة يقول وتكتب على صورة ألف قائمة إذا جاءت فوق الثلاثي و سبقت بحرف الياء و سبقت بحرف الياء لاحظ معي في هذه الأمثلة تأملها جيدا يقول تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إمارة منطقة الرياض عام 1374 ما الفعل؟ هل منتهي بألف الليلة؟ أحسنتم هو الفعل تولى ارتضى الملك سلمان حفظه الله و إخوته من قبله لقب خادم الحرمين الشريفين ما الفعل منتهي بألف ليلة؟ نعم هو الفعل ارتضى أحياء الإمام محمد بن سعود الوحدة في شبه الجزيرة العربية بعد أن غابت عنها قرون طويلة ما الفعل المنتهي بألف ليلة؟ أحسنتم هو الفعل أحياء والد منت الشاطئ نمى فيها الالتزامة وحب للطلع ما الفعل المتهي بألف الليلة؟ أحسنتم هو الفعل نمى الفعل نمى في هذه الأفعال نجد أن الألف الليلة كتبت على صورة الياء في ثلاثة أفعال وكتبت على صورة الياء غير المنقوطة وكتبت على صورة ألف قائمة في فعل واحد وهو الفعل أحياء سنأتي إلى قاعدته يقول هنا الهمزة الواقعة في أول الفعل الماضي الرباعي هي همزة قطع تكتب وتلفظ تكتب وتلفظ هكذا الهمزة مثل أسدى وأعطى أسدى وأعطى إذن في الفعل الماضي الرباعي تكتب الألف في بدايته همزة قطع أو تكتب الهمزة بهذا الشكل وهي همزة قطع وهنا قاعدة تقول بأن الهمزة في الفعل الرباعي سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمر الهمزة في بدايته هي همزة قطع فلو أتينا بالهمزة في حالة مضارعة مثلا الفعل أكرم والمضارع أكرم والأمر أكرم كلها همزة قطع أكرأ الكلمات الملونة بصوت منخفض إذن هذه الكلمات أكرأها بصوت منخفض بعد ذلك أنسق الكلمات الملونة في الفراغ الآتي أنسق الكلمات السابقة في هذه الفراغات أحسنتم الفعل الأول هو تولى ثم ارتضى ثم أحيا ثم نمى بعد نسخ هذه الكلمات يقول أصنف الكلمات السابقة وفق نهايتها صنف هذه الكلمات وفق نهايتها فما انتهى منها بألف قائمة اكتبه في المربع الأول وهو الفعل ماذا؟ أحسنتم هو الفعل أحيا والفعل ينتهي بآلف اللين على صورة الياء غير المنقوطة اكتبه هنا على صورة الياء أو في هذا المربع الذي فيه الياء غير منقوطة إذن هو الفعل تولى وارتضى وأيضا نمى الفعل نمى بعد أن انتهينا من كتابة هذه الكلمات نأتي بعد ذلك إلى هذه الأسئلة المتعلقة ببعض تلك الكلمات بما ينتهي الفعل نمى انتهى بماذا؟ أحسنتم بآلف لينة كم عدد أحرفه؟ كم عدد أحرف هذا الفعل؟ هل هي ثلاثة أحرف النون والميم والآلف اللينة؟ أم أكثر من ذلك؟ لاحظوا معي أن الميم مشددة والحرف المشدد بحرفين فهنا الميم مكررة مرتين ميم مساكنة وميم متحركة أتت مشددة بهذا الشكل فنقول نمى يتكون من أربعة أحرف إذن أربعة أحرف كم عدد أحرفه؟ أربعة ما الحرف الذي سبق ألفه اللينة؟ هل سبقت بحرف اليا أم بحرف آخر؟ لأنها لو سبقت بحرف اليا ستتغير قاعدة كتابتها إذن سبقت بحرف الميم سبقت بحرف الميم على أي صورة كتبت ألفه اللينة؟ كتبت أحسنتم كتبت على صورة اليا غير منقوطة كتبت على صورة يا غير منقوطة لو طبقنا هذه الأسئلة على الفعل أحيا كيف ستكون الإجابة؟ عن الفعل أحيا سنقولتها بألف اللينة عدد أحرفه أربعة ما الحرف الذي سبق ألفه اللينة؟ ستكون الإجابة هنا مختلفة في الفعل أحيا سنقول ياء سبقه الياء وعلى أي صورة كتبت ألفه اللينة؟ الفعل أحيا ستكتب أو كتبت على صورة الألف القائمة في هذا السؤال أو في هذه القاعدة يقول الشدة علامة ترسم فوق الحرف المضعف حين يكون الأول منه ساكنا والثاني متحركا مثل ربا وزكا ومثلها أيضا الفعل السابق نما إذن نما هكذا هذا هو حرف المشدد الميم إذن مثل ربا وزكا ونستطيع أن نضيف الفعل السابق الذي ذكرناه في الأسئلة السابقة الفعل نما نأتي بعد ذلك إلى الاستنتاج استنتجوا في قواعد هذا الدرس أقول إذا كانت الألف اللينة رابعة فصاعدا أي كانت رابعة أو خامسة أو سادسة في آخر الأفعال فإنها تكتب على صورة الياء فإنها تكتب على صورة الياء مثل استقصى التقى أعطى إذن الألف اللينة هنا في الفعل السداسي استقصى وفي الفعل الخماسي التقى وفي الفعل أرباعي أعطى في الفعل أرباعي أعطى كتبت على صورة الياء غير المنقوضة وإذا كان ما قبلها ياء فتكتب ألفا قائمة مثل أحيا مثل أحيا لماذا كتبت ألف قائمة هنا؟ لأنها سبقت بالياء فلا نجمع بين الياء وألف لينة على صورة الياء إذن هنا الفعل أحيا سبقت الألف اللينة بحرف الياء فكتبنا الألف اللينة على صورة ألف قائمة هكذا هذا هو استنتاج قاعدة الدرس نأتي بعد ذلك إلى هذا التدريب أطبق أذكر ضد كل كلمة من الكلمات الآتية بحيث يكون أكثر من ثلاثة أحرف وآخره ألف لينة ثم أضعه في جملة مفيدة الفعل أظهر أعطوني الآن ضد هذا الفعل أو المضاد له يعني عكسه في المعنى أظهر الشيء ما عكسه أحسنتم أخفاه إذن أظهر ما الفعل هنا المضاد له أخفى ينتهي بألف اللينة أو أحسنتم نعم ينتهي بألف لينة إذن الفعل أخفى يكتب بهذا الشكل أكتب مقابل كلمة أظهر ضدها أخفى أخذ أخذ الشيء ما ضد هذا المعنى أو ما ضد هذه الكلمة أحسنتم ضده أعطاء انتهى بماذا بألف لينة كتبت على صورة الياء أهلك الفعل أهلك ويرادفه لو قلنا أمات أو نحوها ما ضده نعم أحسنتم ضده أحيا أهلك ضده أحيا كتبت الألف اللينة فيه على صورة ألف قائمة لماذا؟ لأنها سبقت بحرف ألياء بقي الفعل باع باع ما ضده أحسنتم بارك الله فيكم اشترى وانتهى بألف اللينة كتبت على صورة ألياء كما تشاهدون وهذا الفعل خماسي إذن لدينا رباعي 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 خماسي نأتي إلى جملة المثال مثل بهذا الفعل في جملة مفيدة أترك لكم دقيقة للتمثيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن لعلكم مثلتم لهذه الكلمات بأمثلة مناسبة نأتي لبعض الأمثلة الأخرى لمن لم يستطع التمثيل فنستطيع نقول في أخفى مثلا أخفى التقي صدقته أخفى التقي صدقته والفعل أعطى نستطيع نقول أعطى الغني زكاته أعطى الغني زكاته وفي الفعل أحيا نستطيع أن نقول أحيا المؤمن ليله أحيا المؤمن ليله أي بالقيام والصلاة وفي الفعل اشترى نستطيع أن نقول اشترى محمد كتابا اشترى محمد كتابا إذن هذه هي الأمثلة المناسبة لهذه الأفعال ولعلكم مثلتم بأمثلة أخرى أيضا مناسبة نأتي بعد ذلك إلى هذا السؤال وهو المهم لدينا ويقول املاء اختباري أكتب ما يملأ علي أكتب معي الآن سويا هذه الجمل الخمس التي سأمليها عليكم واحرص على كتابة الألف اللين فيها بشكل صحيح الجملة الأولى تقول انتقى انتقى موسى الحلوى الأشهى كل هذه الكلمات تنتهي بألف لينة ركز في كتابتها انتقى موسى الحلوى الأشهى انتهيتم الجملة الثانية تقول استفتى الطالب شيخه استفتى الطالب شيخه الجملة الثالثة تقول استحيا الابن من أبيه استحيا الابن من أبيه الجملة الرابعة استقصى الباحث القضية استقصى الباحث القضية الجملة الأخيرة انتهى الدرس انتهى الدرس إذن هذه هي الجمل راجع ما كتبته معي الآن الجملة الأولى تقول انتقى موسى الحلوى الأشهى ولاحظا أن هذه الكلمات انتهت بآلف ليلى والأولى فعل وبقية الكلمات أسماء الجملة الثانية تقول استفتى الطالب شيخه استفتى الطالب شيخه راجع ما كتبته على ضوء هذه الجملة والجملة الثالثة تقول استحيى البن بهمزة وصل هنا استحيى وهنا ألف لينة على الصورة الألف القائمة البن من أبيه من أبيه الجملة الرابعة استقصى الباحث القضية استقصى الباحث القضية إذن هنا ألف لينة كتبت على صورة الياء والجملة الخامسة انتهى الدرس انتهى الدرس ولعلها تشير إلى انتهاء درسنا ولكن قبل الانتهاء نأتي إلى هذا الملخص يقول أتعرف أحوال الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية إذن لدينا في الفعل الثلاثي قاعدة نسير عليها وفيما فوق الثلاثي وهو درس اليوم قاعدة أخرى ففي الثلاثي تكتب على صورة الألف القائمة إذا كان أصلها الواو مثل دنى ودعا ونحو هذه الكلمات وأما على صورة ياء غير منقوطة فمتى إذا كان أصلها الياء مثل بنا ورمى التي مثلنا بها قبل قليل أما في غير الثلاثي وهو درس اليوم فتكتب على صورة ألف قائمة إذا سبقتها أو إذا سبقتها ياء مثل استحيا وأحيا التي ذكرناها إذا سبقتها ياء وتكتب على صورة ياء غير منقوطة إذا لم يسبقها ياء مثل أمضى ومثل الأمثلة السابقة التي عمليناها عليكم لديكم هذا الواجب المنزلي آمن منكم الحص على كتابته بشكل جيد هنا يقول أجمع كلمات تمثل ما تعلمته من الدرس الإملائي ثم أصنفها وفق الفئة كلمات ختمت بألف اللينة على صورة ياء وكلمات ختمت بألف اللينة على صورة ألف قائمة أكمل هذا التدريب لديكم في صفحة 158 وهو ختام درسنا لهذا اليوم آمل أن يكون الدرس قد استعب هنا يقول أستفيل من المصادر التالية لأن كتابة هذه الكلمات في تنفيذ الواجب القرآن الكريم تجد فيه مجموعة من الكلمات كذلك كتب الإملاء المكتب المدرسية المقررات الدراسية الصحف الشبكة العنكبوتية وبهذا يكون درسنا قد انتهى لهذا اليوم آمل أن يكون كل واحد منكم قد استوعب هذا الدرس واستفاد منه وإلى لقاء قادر بالله تعالى في درس آخر والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر